طيب كامتين وسامة لو سألتك دلوقتي ما احنا قابل اسبوع اهو من المباراة مباراة نهات بركان شايف التشكيل الامسل للزمالك في مباراة نهاية زي كده دون اي لغبطة في الفرقة شايف التشكيل اللي هكون مناسبة جدا للمبرائي التشكيل الامسل هلعب بعمر جابر راحت اليمين والمسلوسي اه بقريت هلعب بالمسلوسي وحسام عب مكيد لانه ده الاتنين الاقرب للعب جنب بعض وفتوح طبعا هلعب بدونجة في نص الملعب والعب بعبدالله السعيد واحمد حمدي لا فنادد بركان سوريا هلعب بأحمد حمدي دونجة دونجة لا هلعب بدونجة اه دونجة خلاص دونجة وحمدي دونجة وحمدي وهلعب باشحاتة ممكن شحاتةnite لعب بثالت هلعب مش عارف يعني أنا مش هلعب بش حتى ممكن أي ألعب بالتالي أصلا أنا محتاج أكثر ملعب أنا أمل بشكل كبير جدا لعب كثير من فرص الملعب ولعب طبعا بفرود أنا شايف المباراة دي مش الجزيرة أنا شايف سامسونج يبدأ اللي عنده حطة القوة ويشتغل بشكل كبير جدا وأقدر ألعب زيزو طبعا ناحية اليمين وألعب بالناحية الثانية ممكن يبقى مينة نضاي يعني أنا بفضل نضاي ألعب ناحية اليمين أفضل من ناحية الشمال كتير يعني إنما ممكن ألعب بالنضاي يعني عايز حد يكون عنده الضغط والحتة بتاعت الضغط العالي دي ومجهود يبقى متوفر بشكل كبير لازم ألعب بالمجموعة لأن أنا أأمن نص ملعبي كويس جدا واضغط على فرقة نهضة بركان ضغط عالي عشان على قد مقدر ما يجبهمش في الثالث الأخير اللي عندي لأن هم هيبقوا شارسين جدا مع جمهور وميناج يبقى فيه حالة شراسة كبت أن أقلم شايف التشكيل الأمثل إيه؟ والله بص خط الظهر طبعا نهت شمال الفتوح والاتنين اللي ماشيين كويس الفترة ديت المسلوسي ومع حسام وإن كنت أفضل لو حمد ياسر حمد يعني وجهة نظر يعني لكن لكن أنت الاتنين اللي هم متجنسين مع بعض الفترة دي هتلعب دونجا هتلعب باليمين وعمر جابر هتلعب بدونجا ستة وهيبقى أحمد حمدي ووشحاتا الاتنين قفلين وسط التلاتة قفلين وسط الملعب وطبعا أحمد حمدي ناحية الهجومية بيشتغل زي مركز عشرة عندنا ناحية لمين زيزو أنا بقى مختلف مع أسامة في رأس الحربة أنه هيبقى الجزيري ناحية الشمال هيلعب نضاي مختلف مع الجزيري الجزيري اللي يلعب ليه الجزيري عنده سرعات أنت هيبقى في المباراة هناك هيبقى عندك فيه مساحات في ظهر نهضة بركان فأنا لازم أختار الرجل اللي بيعنده سرعات سامسون ممكن ألعبه تحت يعني ممكن واحد تحت واحد زي ملعبنا المباراة الأخيرة اللي كسبناها تلاتة ممكن يلعب واحد تحت واحد يعني الجزيري بيتحرك قدام وسامسون بتحرك تحته بيستلم الكرة وبيقف عليها وبيلعب لكن ممكن لو أنا هلعب بتلاتة فوسط الملعب يبقى هنستغنى عن سامسونج لأن سامسونج عنده السرعات أقل من سيف الدين الجزيري وأنا بلعب لما ممكن لو في مصر هنا ممكن هيبقى ما عندش مساحات هيبقى في النهضة بركان في الخطر لكن هناك في المغرب هتلاقي مساحات هتلاقي مساحات في ظهر المدافعين لأنه قريدي عاوز يهاجم عاوز يكسب عاوز يحقق نتيجة إيجابية فهيبقى عنده مساحات في ظهر المدافعين كابتن أقرم حراك شرفت ونورت كنت سعيد جدا بتقول حراك معنا حبيبي تحياتي ليك وبشكرك وسعيد أن أنا موجود معكم مع كابتن أسامة كابتن أسامة نورت الدونية شكرا لك شكرا أقرم شكرا